اشتركوا في القناة فريقه خسر المباراة دي 3-1 لانه زي ما حضرتكم شفتوا معرفش او يعني في ناس كتير اخدت بالها من هذا الامر ان حصل موقف مشين من ساميت اكايدين لعب فنار بخشا اللي بسق على تريزيجي وهو ساجد بعد تسجيله ركلة الجزاء الموقف متصور صوته صورة زي ما بيقوله او صور وفيديو وده عمل رد فعل كبير جدا لمساندة تريزيجي الاتحاد التركي حد دلوقتي لم يتخذ اي موقف نادي ترابزون سبور نزل بيان رسمي وكان بيودين فيه الواقعة وبيدعم تريزيجي كمان كل جماهير ترابزون ومعظم جماهير في تركيا بتحب تريزيجي لانه الحقيقة عمل تاريخ مميز هناك اول من احترفه من اول من احترفه في الدولة التركية تريزيجي من اللاعبين اللي محدش بيختلف على اخلاقه محدش بيختلف على مستوى الفني محدش بيختلف على رجلتو جوا الملعب اتمنى وان لعبتنا الكبار اللي احترفوا في الدولة التركية وهم ليهم اسماء كبيرة هناك يعملوا بيان مشترك مع بعض وينزل في الصحافة هناك والاعلام لدعم تريزيجي لان تريزيجي احتاج الدعم في مثل هذا الامر قناة النادي الاهلي والبيت الكبير احنا مليون في المية بندعم تريزيجي لانه احنا كاهلوية عارفين تريزيجي عارفين اتربى ازاي عارفين اديه هو شخص محترم عامل نجاحات كبيرة في مشواره الاحترافي مع منتخب مصر عنصر اساسي ورئيسي جمهور الاهلي كله بيحبه مش جمهور الاهلي بس جمهور مصر كله بيحب تريزيجي ان شاء الله ربنا يكرمه يكون عنده خطوة جديدة في مشواره الاحترافي بنهاية هذا الموسم ويا رب كل التوفيق للتريزيجي ولكن الموقف الموشين اللي حصل ده من لعب المفروض ان هو لعب تركي معروف يعني لكن معروف عنه ان هو ما بيحبش المحترفين الاجانب وهو اللي صرح قبل كده سمات ده ولا اسمه ايه لما قال كده في حوار اعلامي تنقلته وكالات الانباء لكن الحياة النقطة الاهم وفيها الخلاصة ان اللعب اللي عمل كده من موليد ترابزون ولعب لهذا النادي قبل كده ولما انتقل لفنار بخشا اللي ما يعرفش علاقة نادي ترابزون سبور بفنار بخشا هي علاقة فيها دائما منوشات علاقة مش كويسة يعني هو بيحاول يبين ان هو متعصب لفنار بخش فعمل الحركة دي عمل هذه الحركة المشينة في حق واحد انا شخصيا مشان الوحدي كل المصريين بيعتبروه واحد من افضل اللاعبين المصريين سواء فنيا او اخلاقيا كلنا في ظهر تريزيجيه وحنفضل وقفين معاه وحنفضل نتكلم في هذا الامر اتمنى ان انا شوف عندنا كابات كبار لعبوا في الدولة التركي من الممكن جدا ان يكون لهم موقف جيد مع تريزيجيه خلال الفترة القادمة خلينا نروح لأخبارنا وليه لأ جميعنا ليه لأ من الممكن جدا ان الاتحاد المصري يخاطب معرفش هل ده مسموح او القوانين بتوجيزه ولا لأ ان الاتحاد المصري يخاطب الاتحاد التركي يعرف ايه اللي حصل في هذا الامر ولماذا لم يكن هناك ردة فعل للاتحاد التركي ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل ولكن بيطلع بيان من الاتحاد المصري اللي كنت قادة فيما يخص تريزيجيه يعني يطلع بيان في هذا الامر تريزيجيه لعب كبير ومحترم وعمره ما بيطلع منه لعيبة الحقيقة فاتمنى ان انا شوف يعني ردود افعال على هذا الامر خلال الايام القادمة